اشتركوا في القناة اتشار الامن الوطني في قصر الاصخير مساء امس معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسة مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بالمجلسين حيث رفعوا الى جلالته خالص التهاني والتبركات واطيب التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك طارعين الى المولى العلي القدير ان يحفظ جلالته ويرعاه وان يعيد هذه المناسبة الكريمة وامثالها على جلالته بمغفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مبلكة البحرين وشعبها العزيز بالخير والبركات والمسرات وقد بادلهم حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاء التهنياء بهذا الشهر الفضيل شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ومشاعرهم النبيلة بهذه المناسبة الكريمة واعرب جلالته عن شكره وتقديره لمعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وعضاء المجلسين على جهودهما ومواقفهما الوطنية المخلصة مشيدا بالدور الهام للسلطة التشريعية في دعم مسيرة النهضة الحضارية وتعزيز النهج الديمقراطي والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا والتعبير عن تطلعات المواطنين وترسيخ مكانة المملكة وسمعتها المرموقة في المحافل البرلمانية العالمية واعرب جلالته عن شكره وتقديره على حسن الاعداد والتنظيم لاستضافة مملكة البحرين اعمال الدورة السادس والاربعين بعد المئة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والنجاح الذي حققه هذا الاجتماع والذي يمثل نجاحا للبحرين واهلها ويأتي ضمن النجاحات والانجازات التي حققتها البحرين هذا العام مؤكدا رعاه الله اهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لمواصلة مسيرتنا المباركة نحو المزيد من التطور والرقي واشاد جلالته بما تحقق من انجازات رائدة وتطور حضاري كبير في المجالات كافة معربا حفظه الله عن الاعتزاز بعطاء ابناء البحرين واسهامهم الحيوي في دعم عملية التنمية والتطوير التي تشهدها البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة